هذه الشركة التي ارتقت إلى عرش صناعة السيارات الكهربائية يبدو أن مستقبلها لن يكون كماضيها القريب الذي مكنها لسنوات من تصدر المنتجين العالميين مؤسسها إيلون ماسك اعتقد أن منافسة تيسلا ستقتصر على علامات مثل BYD لكنه أخطأ في حساباته اتظهرت عشرات العلامات الصينية التي أجبرت الشركة الأمريكية على خفض أسعارها غير مرة قبل أن تنخفض مبيعاتها للمرة الأولى منذ حقبة كورونا في الربع الأول من العام الحالي اقتصرت تسليمات تيسلا على 387 ألف مركبة أي أقل بواقع 20% على أساس سنوي وهو ما يعكس مزاج مشتري هذه المركبات التي توصف بأنها أقل ضررا بالبيئة ماسك الذي استخف بالمنافسين الصينيين هو نفسه الذي فوجئ نهاية العام الماضي بفقدان تيسلا صدارة الشركات البائعة للمركبات الكهربائية حين حلت BYD الصينية أولاً بينما جاءت مواطنتها سايك جي أم ولي أوتو وجيلي وشانغان في المراكز الثالث والسادس والسابع والثامن على التوالي لكن مخاوف ماسك لم تقتصر على الخطر القادم من هذه الشركات بل من أخرى صاعدة ومنها تشاومي التي باعت خمسين ألف مركبة فور تتشينها من قبل الشركات الصنعة للهواتف الواقع الراهن أجبر مساهمي تيسلا على بيع أسهمها التي تراجعت بواقع الثلث في الربع الأول من العام الحالي ما يعكس مخاوفهم بشأن مستقبلها حم المنافسة الأمريكية الصينية على ريادة الاقتصاد العالمي انتقلت إلى حقول التكنولوجيا والطاقة المتجددة وها هي تجد طريقها نحو صناعة السيارات الكهربائية ترجمة نانسي قنقر